بسم الله الرحمن الرحيم مع حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الأول من سلسلة شرح برنامج المايكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم مقدمة عن برنامج المايكروسوفت وورد من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية هنتكلم عن برنامج المايكروسوفت وورد وهو أحد البرامج الرئيسية في حزمة برامج الأوفيس البرنامج ده تعود أصوله إلى سنة 1983 ميلادي كان في البداية مصمم لنظام تشغيل قبل نظام تشغيل الويندوز بعد كده تطور البرنامج حتى أصبح في الوقت الحالي من أهم برامج الكتابة الموجودة في العصر الحالي البرنامج ده مر بعدة خطوات في الإصدارات الإصدارات الأديمة هنتجنبها هنتكلم عن الإصدارات اللي هي من أول 2003 لغاية إصدار الأوفيس 365 لأن ديت كانت تعتبر التحولات المحورية في البرنامج ده في 2003 كنا شايفين التطور اللي حصل في الوجهة ولكن كانت الوجهة لتزال الوجهة التقليدية ولكن كان البرنامج أخف من البرامج اللي قبله في 2007 و2010 كانت بداية ظهور الوجهة الجديدة لبرنامج على الشكل اللي هو موجود عليه حاليا فكان فيه إعادة هيكلة للشكل بتاع البرنامج بشكل كامل وإن كان الإصدار بتاع 2010 هو إصدار كان مميز بشكل واضح عن إصدار 2007 فدايما ننصح بإصدار 2010 ما بين الإصدارين دول في عام 2013 شاهدنا تطور بحسب أننا قدرنا بأننا نربط حساب المايكروسوفت بتاعنا أو حساب الهوت ميل بالأوفيس بتاعك فتقدر بأنك تستخدم التخسين السحابي بشكل أبسط واللي احنا هنشرحه بعد كده في فيديوهات تالية بالإضافة لأن كل برامج الأوفيس 2013 كانت بتتميز بأنها أكتر سلاسة وأكتر خفة من 2010 كمان زيادة على التميز اللي زاد به 2010 في المحالة التالية مع إصدار أوفيس 2016 والإصدار الحالي اللي هو موجود في السنة الحالية اللي احنا بنصور فيها الفيديو الإصدار اللي بيعمل حاليا وهو 2019 الإصدارين دول زادت فيهم إمكانية التفاعل ومشاركة الملفات فعلى سبيل المثال أصبح فيه إمكانية لأنك من خلال برنامج الورد بأنك هتعمل شير للملف في حالة لو أنت مش عايز تستخدم التخزين السحابي وعايز تستخدم قبل كيشانات من القبل كيشانات الموجودة على ويندوز والكلام ده هنتعرف عليه إزاي في فيديوهات لاحقة بإذن الله ولكن في 2016 كان الإصدار ده في مشكلة بنواجه بأنه بطء بسيط عند تشغيل الأوفيس فما بين الإصدارين دول ننصح بإصدار 2019 الإصدار اللي بعد كده وهو إصدار أوفيس 365 إصدار موازي بيتم تطويره مع كل الإصدارات اللي بتطور حاليا الإصدار ده بيتميز بمزايا تكاملية أكتر للشخص اللي بيشتغل على الحساب بتاع الأوفيس 365 وبيقدر يستفيد بإمكانيات أكبر بالإضافة لأنه بيحصل على تحديثات مباشرة بشكل دوري أكتر من التحديثات اللي بتحصل عليها أي إصدارات تانية من الأوفيس في البداية بننصحكم بأنكم تزيلوا أي إصدار قديم عندكم على جهازكم من الأوفيس بعد حصولكم على الإصدار الجديد ننصح دايما باستخدام آخر إصدار والإصدار اللي هنستخدمه هو إصدار أوفيس الإصدار اللي هنستخدمه في الفيديوهات ديت هو أوفيس 365 ولكننا في نفس الوقت هنشرح للجميع بأنه إزاي تقدر تثبت أوفيس 2019 في حالة أن في حد عايز يعرف إزاي يقدر يثبت أوفيس 2019 لو هو ما عندوش حساب أوفيس 365 بالنسبة لمدرسين وبالنسبة لأي واحد عندو حساب أوفيس 365 ننصح دايما باستخدام أوفيس 365 وهنشرح لحضراتكم برضو إزاي تثبته أوفيس 365 في البداية هزيل الأوفيس الموجود على الجهاز بتاعي علشان نشرح لحضراتكم إزاي تقدر بأنك توقف الأوفيس الموجود على الجهازك وتحزفه وتقدر بأنك تشتغل بأوفيس الحديث ولكن عشان تقوم بالخطوة دي لازم يكون عندك السورس الأصلي للبرنامج اللي تقدر بأنك تتعامل من خلاله وتحمل البرنامج مرة تانية أنا هدخل على ستارت ومن خلال ستارت هتلاقي العلامة بتاعة الستينج بدخل على الأبس هنزل لغاية لما ألاقي مايكروسوفت أوفيس هنقوم بإلغاء تثبيت الأوفيس اللي موجود عندنا حاليا حاليا أنا بستخدم الأوفيس 365 ولكن أنا هنلغيه علشان نشرح لحضراتكم إزاي تقدر بأنك تلغي الإصدار اللي موجود عندك على الجهاز لو عندك إصدار قديم هيبدأ الجهاز في إزالة البرنامج تقدر في نفس الوقت من غير برامج بأنك تقدر تدخل على حسابك في المنصة بتاعة المودو علشان تقدر أنك تشتغل من عليها على الأوفيس أونلاين وعلى خدمات الأوفيس أونلاين في نفس الوقت تقدر من خلال موقع مايكروسوفت دوت كوم بأنك تقدر أنك تفتح الأوفيس أونلاين بتاعك وتشتغل عليه ولكن احنا هنا هنعتمد في الفيديوهات اللي احنا بنعملها ديت بأننا نستخدم النسخة الاحترافية من الأوفيس اللي موجودة على جهازك مش على الموبايل مش على أي جهاز تاني علشان نشرح الإمكانيات اللي موجودة على برنامج الكتابة بتاع الأوفيس بشكل رائع لو أنت عايز تستخدم خدمات الأوفيس أونلاين ممكن تدخل على حسابك في الهاتميل وتفتحه أو تقدر بأنك تدخل على حسابك في المنصة وتضغط على ميكروسوفت أوفيس وتضغط على البرنامج اللي انت عايزه هيبدأ أنه يوفر لك برنامج الكتابة اللي هو موجود ولكن دايما بننصح باستخدام النسخة المكتبية مش النسخة الأونلاين ولكن تبقى نسخة الأونلاين هي المخرج لك في حالة العمل على جهاز غير جهازك أو العمل خارج المنزل بتبقى نسخة الأونلاين أخاف في حالة أن الجهاز بتاعك ما كانش مطابق للمواصفات الحديثة أو عندك أي مشاكل فنية أو ما عندكش مساحة تقدر تستخدم الأوفيس أونلاين لكن لو عندك إمكانيات كويسة على جهازك تقدر بأنك تنزل الأوفيس بكده إحنا خلصنا الفيديو الأولاني تعلمنا فيه إزاي تختار الإصدار المناسب لك أكدنا على أن الإصدار الأخير دايما أو الإصدار الأحدث دايما هو الأفضل لك لو إنت إمكانيات جهازك متوضعة أنصحك باستخدام الإصدار بتاع 2010 مايكلزوفت أوفيس 2010 في الفيديو التالي هنبدأ بأننا نشرح إزاي تقدر تثبت أوفيس 2019 وإزاي تقدر تثبت أوفيس 365 إذا كان عندك حساب أوفيس 365 شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق